مخالفات قانونية وتحايل وهدر للمال العام كل ذلك يحدث ضمن مشروع سكني لقوى الأمن قرب مطار بغداد الدولي تمت شرعنته من قبل الحكومة على حساب أراضي الدولة بحجة عدم عائدية تلك الأراضي لمواطنين أو أي جهة أخرى وكعادة كل مشروع تتخلله شبهات فساد تتعالى أصوات الشركاء السياسيين متحدثين عن حقيقة مشروع أراضي المطار حيث كشف برلمانيون مؤخرا عن خطورة مشروع البناء في محيط المطار وأكدوا أن هذه الخطوة تخالف قواعد الطيران المدني فضلا عن باقي المخالفات القانونية المرافقة للمشروع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشفت في وقت سابق عن ارتكاب الإدارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار مخالفات واضحة تكمن في منح أراضي ضمن محيط مطار بغداد إلى شركات أجنبية ومحلية وآخرها ما يعرف بمجمع بدور بغداد السكني الذي أحيل إلى أحدى الشركات الاستثمارية برعاية مسؤولين سابقين في الهيئة وبحسب اللجنة فإن الهيئة السابقة للاستثمار أحالت أراضي بمساحة 1600 دونم ضمن محيط المطار إلى الشركة التي لم يفصح عن هويتها ضمن فترة حكومة المستقيل عادل عبد المهدي ضاربة بعرض الحائط قرارا نيابيا صدق عليه في الثاني من تموز عام 2019 طالب الحكومة بإيقاف منح رقص استثمارية للأراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد إلى حين التحقق من اللجنة النيابية المختصة بهذا المشروع وبرغم الدعوات التي وجهت إلى الحكومة وأمانة بغداد والجهات المختصة لتعديل النظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار إلا أن تلك الدعوة لم تلقى آذانا مزغية ما يعني بيع أصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدرا للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات ورغم تأكيد مواطنين من سكان المناطق المحيطة بمطار بغداد بعائدية الأراضي المستولى عليها لهم وجود سندات الملكية الأصولية التي تثبت ذلك إلا أن السلطات تجاهلت مناشدات السكان وهي تعمل اليوم على تهجير الكثير منهم وآخرهم سكان حي البكرية الذين ناشدوا بعدم تهجيرهم من منازلهم ملف إنشاء مشاريع سكنية عبر مستثمرين مجهولين قرب مطار بغداد من شأنه أن يعمق جراح الاقتصاد ويسهم في تدميره لأسيما بعد وضع حجر الأساس لهذه المشاريع دون حضور الهيئة الوطنية للاستثمار ورغم كل التحذيرات المذكورة من خطورة المضيبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر